اخواني الكرام نظام الجزائري راه على موعد هذه الانتخابات ما سميت انتخابات وهي أمور مناسبة شكلية فقط هدفها الأساسي هو تمرير المناسبة هذا هو هدفها الأساسي لا انتخابات ولا الهدف الديمقراطية ولا شيء هناك هاجس كبير يؤرق النظام الجزائي من جهة أنه ما يهم اهتمام الناس بالانتخابات ومن جهة أخرى وبعض الأطرف أخرى تريد المشاركة في الانتخابات حتى خرجت زبيدة على السود اللي كانت حط نفسها من الحراك ولا يوماً اعتبرتها أنها معارضة كانت هي تبحث عن مكان لها باسم الحراك وعندما راحت ورقة الحراك صارت تتحرك من أجل كسب ود الجنرالات ورحت تدعو إلى التصويت بورقة بيضاء يعني كأننا رانا في دولة رقمية ما يقدر حد يغير لك ورقتك ولا بلد شفافة كتروح تحط ورقة بيضاء يعلموا أنها ورقة بيضاء وبدأ أنك تروح تديرها ورقة بيضاء المهم عندما يشوفوا إقبال الناس يصوروا أوه الإنسان ناصر إقبال على الانتخابات وبعد ذلك يعلنوا على النتائج التي أعدوها سلفاً لأن الانتخابات محسومة مسبقاً لصالح التبون ومن يقول غير هذا فهو كذلك بربكم هل يعقد أن في المترشحين ينافسوا رئيس جمهورية يمسك عهد كاملة هو ما ينتقدوش وما يذكروش ولو إحاء كيف أنت تريد أن تسقطه وتنافسه وهو أحكم معام حتى الناس اللي ما حكموش ينتقدوا بعض فضلاً من أن هذا الرئيس أحكم عهد كاملة وكلها مرت بالكذب والبوتان والفشل الاجتماعي والسياسي والفضائح الدبلوماسية التي تحصى ولا تعلم ولا واحد ينتقدو يعني أنت راضيها لفسك يعني حتى الكل أكرمكم الله ينبع على كلاب آخرين ينفسوا فبربكم أنتم ما تذكروه ممنوع الانتخابات هذه كيفاش أنا أبين بأنه مشروعي أنا نتنافسك نتنافس معك كيفاش نبين وأنت شوف فيك تكذب على الناس كيف شرح النافسة كلها يعني لأنهم راضيين فقط ماذا بيهم في الصفحة اللولة في الجرائد نشرة الثامنة تتكلم عليهم فضلا عن الامتيازات القادمة لأنهم اطلقوا عود مناصب وكوائن اللي يفكر في منصب ليه هو لأنه يا يفكر في سفير يفكر في منصب وزاري أو شيء من هذه القبيلة لأنه منصب رئيس حسمها الجنرالات حسمها بوشنغريحة ولا يمكن أبدا أنه يصل غير المهم إخواني الكرام أنه هذا النظام قيلوا بلد يتحدث على الاستقرار بلادنا راهي مستقرة وبلادنا راهي زي الفل وبلادنا راهي راهنا نجحنا نظام منذ 62 هو يحكم نظام عسكري العسكري يشوفوا الدولة انتاعهم ويحكموا فيها لأن الجيش نشأ قبل الدولة هذه الحقيقة لذلك الجيش يشوف الدولة تبعه ملكه وليس أن الدولة تبلك الجيش هذه هي الحقيقة في الجزائر المهم رأهم أعلنوا نشوف نقراركم واحدة الوثيقة نشوفوا بربكم هل هذا هبل أم خبل أو شي هو هذا خلينا نشوفوا نعم شوفوا وزارة الداخلية واشناشرة هذا بلد في حرب أهلية يعني ماذا فعلت أنت نظام كل هذه السنين من 63 وانت تحكم يعني حتى جيت انتخابات بهذه الطريقة كيف وش أتسوق المستثمرين شوف وزارة الداخلية جمهورية الجزائرية وكذا وكذا تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تدابير خاصة سارية عبر كامل بلديات الطراب الوطني وذلك خلال الفطرة المنتدة من يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على الساعة 0 إلى غاية يوم الأحد 8 سبتمبر على الساعة الخامسة صباحا ويتعلق الأمر بماذا؟ تأجيل كل التظاهرات الرياضية أو الثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ اللاحث خلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعه منع سير مركبات نقل البضائع الحسى والرمل والخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى وكذا صهريج الوقود منع نقل البضائع عبر السكيك الحديدية كما تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا الأسواق اليومي للجملة ونصف الجملة والتزيئة الخضر والفواك غير معنية بالتضابير سالفة الذكر وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفطرة شوفوا واحد علق لهم هنا والله تعليق يعني منفت الانتباه اسمه تايب فريد على حسب الحساب كانش ما عندكم قدرة على الهوى زيدوا حبسوه علينا رأوا ياسر نتنفسه ببلاش ذركة يتقطع المزوت وحويش بالزاف تزيد في السعر هذه تعليقات هذا يحدث في 2024 لماذا هذه الإجراءات للحقبة السوفيتية يعني تقرأ تعليقات تفهم أن الشعب الجزائري راه شعب واعي ويدرك يقينا وصاخط على هذه السلطة الساقطة التي لا تملك ضمير ولا تملك روح المسؤولية يعني أنت هذه كيف ستتسوق صورة الجزائر هذه قبضة حديدية والعراء مدير الحملة الانتخابية تعتبون كالوزير الداخلية يعني لا يوجد لا يوجد يا تبون في الساحة السياسية شخصية يكون مدير الحملة الانتخابية إلا وزير الداخلية لأنه هدفهم إرعاب الجزائريين إرعاب الجزائريين وزير الداخلية اللي يتحكم في الأمن والشرطة وكذا وكذا هو مدير الحملة الانتخابية انت تعتبون وطبعا العلاقات والخدمة اللي تحت الطاولة مع الأجهزة الأمنية راه قائمة على قدم وساء من أجل إخافة الجزائريين ليس أن يذهبوا وينتخبوا تبون خلاص تبون قرر شندريح ومن معه أنه هو الرئيس فقط يخوف الجزائريين باش يروحوا لسناديق الإقليم هذا في ظل الخطاب يعني أنا تابعت الهملة الانتخابية هذه مش شفتش برنامج مشكلة الجزائريين ما كانش برنامج لا المعارضة عندها برنامج ولا السلطة عندها برنامج وانا الشعب أصلا عنده برنامج حياته بدت عايشة بلا برنامج لو لم أن الله ينعم على هذا البلد بالغاز والنفط والله الجزائر رايي تمثحت من الخريط لأنه ما عندهاش عايشين هكذا عايشين هكذا خليه يموت الشعب ما يحبسوش يفقروا الأزمات ما كانش استعداد الأزمات ولا أي شي عايشين بكل نفخة هذي كل جبارة نحن غلبنا الحلف الأطلسي في 62 غلبنا نرمان في 82 غلبنا الفيس في 92 غلبنا الشعب في 2002 وما إلى ذلك من هذه الأمور هذه هي الأوهام اللي يعايش عليها هذا النظام للأسف الشديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة